موسيقى هل لا تزال عدن عاصمة القرار اليمني؟ لباذا تغيب قيادة الدولة عن الفعل في المناطق المحررة؟ ما هي خيارات الشرعية وإمكانياتها أمام ما يحدث في عدن؟ أهلا بكم تتعطل الحياة بعدا بين الاحتجاجات في الشارع الجنوبي نتيجة غياب الخدمات وبين غياب قيادة الدولة في العاصمة المؤقتة تتسع الأسئلة على ما يحدث من صراع ومن هدم للشرعية فكرة ووجودا ممارسة إرهاب فكري وحرب على الحريات الإعلامية واجباية على المشتقات النفطية وسيطرة على المنافذ فما الذي يحدث في عدن؟ هل أصبحت صورة مكررة عن صنعاء؟ يتعظم تأثير ما يحدث في عدن على المناطق المحررة بل وعلى عملية التحرير ذاتها فكيف ستدار البلاد من قيادة لا تجد لها موضع قدم في عاصمة الدولة المؤقتة؟ ما هي خيارات الشرعية في ظل الضغط على عودتها وتفعيل مؤسساتها؟ ولماذا لا تتم مكاشفة التحالف رسميا والمجتمع الدولي بما يحدث؟ لا عاصمة سياسية للشرعية ولا تبدو عدن حاضرة اليمنيين محطة انطلاق استعادة الدولة وهي المدينة التي تختطفها ميليشيات تعمل بالوكالة وتبدو فيها الدولة اليمنية الحاضرة اليتيمة بينما كانت أمل اليمنيين الكبير في استعادة الدولة والجغرافية اليمنية من كريتر حتى شارع حده عدن التي أصابها طاعون التحالف بعد التحرير حينما تم تحويلها إلى مدينة مشلولة من الناحية السياسية والاقتصادية فلا هي أصبحت عاصمة سياسية بعد انتقال المؤسسات السياسية العليا إليها ولا هي منصة اقتصادية بعد انتقال البنك المركزي إليها على هذا الحال أراد المخرج أن تكون عدن خارج الفاعلية لأسباب كثيرة من بينها ألا تستعيد المدينة التي تتموضع في حضن بحر العرب وخليج عدن مكانتها الاقتصادية والسياسية وهو ذات المخرج الذي سعى لتحويل عدن إلى مخازن خلفية لموانئ دبي تغيب قيادة الشرعية عن الفعل في المناطق المحررة وتغيب عدن عن صناعة القرار اليمني في مرحلة مفصلية وحساسة يعيشها اليمن منذ الانقلاب والاجتياح كما تفتقر عدن لمحافظ كان يفترض أن يكون أمينا للعاصمة المؤقتة بحسب مراقبين وناشطين حقوقيين تمضي عدن في طريق محفوف بانتهاكات الحقوق والحريات وتشهد المدينة التي كانت ملاذا للحرية اليمنية إرهابا فكريا غير مسبوق في تاريخها وحربا على الحريات الإعلامية وغيابا للخدمات والأمن المؤسسات الخدمية في مقدمتها التعليم والصحة هي الأخرى ليست على ما يرام ولا تسر العابرين بسبب العصيان المفروض بالإكراه من قبل كيانات موالية لأبو ظبي أسمتها التقارير الأممية بالكيانات التي تعمل بالوكالة خيارات الشرعية لا تبدو واضحة للعيان خصوصا فيما يتعلق بتثبيت حضور الدولة في العاصمة المؤقتة وتعيين محافظ للمحافظة وتطبيع الحياة في عدن تحت إدارة الدولة وسيادة القانون وليس الميليشيا إذن مشاهدين الكرام لمناقشة هذه الحلقة سيكون معنا عبر الأقمار الإصطناعية عضو اللجنة الإعلامية في المجلس الانتقالي نزار هيثم من عدن وسينضمعه آخرون عبر الهاتف مساء الخير وسن نزار مساء نور تصحيح لست عضوان في الدارة الإعلامية إذن ما الصفة التي تحب أن تظهر بها وفضل أن نتحدث عن العاصمة عدن واطن نتحدث لازلت قائما بتكليف من المحافظة السابقة عيدروس نعم إذن أستاذ نزار عدن منذ تحريرها قبل أربع سنوات ومنذ تعيينها كعاصمة مؤقتة للجمهورية اليمنية أصبحت للأسف مدينة مغلقة والخدمات فيها من سيء إلى أسوأ لم تصبح عاصمة فعلية للدولة فما الذي يجعل العدن كذلك برأيك؟ أولا مرحبا بكم جميعا وطبعا هذا الأمر يتكرر دائما والجواب أعتقد قد وصل إلى مسامعكم من سابق الحكومة للأسف لم تقم بدورها المفترى فيه في عملية تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة بل بالعكس عملت على زيادة الاحتقانات وزيادة الأوجاع للمواطنين بخلل فضيع جدا بالتعامل مع تجار للحروب ولا تتعامل مع صنع قرار المثال الأول حول الكهرباء مثلا عملية تزويد الوقود حتى الآن لا زالت تحت رهينة تاجر هو من يتحكم بمقاليد الأمور وليس الدولة الدولة عجزت تماما وبالأصح حكومة الشرعية عجزت تماما أن توفر المحروقات لتزويد الطاقة الكهربائية وبالتالي المعاناة تستمر نتيجة لتخاضل الحكومة عن دفع المستحقات لهذا التاجر وبالتالي المعاناة ستزيد على المواطنين هذا فقط في جانب واحد في الجانب الآخر نأتي إلى الرواتب الرواتب تأتي متأخرة دائما شهور تمر ولا يستلمون في المناطق المحررة رواتبهم بينما للأسف نجد أن الرواتب تذهب إلى الحوثيين أو الإنقلابيين بشكل مستمر وهذه علامة استفهام واضحة أن هناك أطراف في الشرعية وبالتحديد أحزاب موالية لجهات معادية للتحالف العربي والجنوبيين هي من تسعى إلى أن تزيد الاحتقام في الشارع الجنوبي وتحاول بقدر الإمكان أن تثير الفوضى لا زال الشرع الجنوبي ومعارضة الجنوبية واعين لهذا الأمر نعم أستاذ نزار لا أحد يستلم رواتب في المناطق التي فيها انقلاب على العكس يعني منقطع رواتبهم منذ نقل البنك المركزي تقريبا بالعكس هناك للأسف كشوفات أرسلت لرواتب في المناطق التي يسيطر عليها الانقلابيين بإمكانك البحث عن هذه المعلومة وستجدينها موجودة نعم ولكن ما أعلمه وما ناقشنا أكثر مرة أن لا أحد يستلم رواتب هذه النقطة دعنا نمر عليها ولكن أنت قلت أن الحكومة لم تقم بدورها وربما فعلا ناقشنا هذا الأمر مرارا وتكرارا عن ضعف الحكومة عن الفساد المستشري في الحكومة ولكن في الجانب الآخر الحكومة لم تستطع القيام بدورها أيضا لأنها لم تمكن من ذلك أستاذ النظار يعني هناك من يقول أنتم كمجلس انتقالي هذا غير صحيح تحملون جزء كبير من المسؤولية أو مما وصلت إليه العاصمة عدن بسبب ممارسات تقومون بها عاملة على تقويض الحكومة بدعم من أطراف في التحالف بكل تأكيد هذه مغالطات الكل يعلم من وراءها الحكومة نزلت إلى العاصمة عدن والرئيس هادي بذاته نزل إلى العاصمة عدن ورأينا كمية المشاريع الوهمية التي افتتحت ولا زالت هي كما رأاها الجميع مشاريع وهمية لم تتحقق حتى الآن على عرض الواقع بالنسبة للأطراف التي تحاول أن تشوه دور التحالف العربي أو تحاول أن تشوه دور المجلس الانتقال الجنوبي الكل يعلم أن لها صلة بعملية الفتنة والتحريض المستمر تجاه التحالف نعم هل هذه الأطراف واحداهم هي قناة بالقيس للأسف التي دائما تستقي معلوماتها من جهات حزبية مولية الحزب الإصلاح دعنا أستاذ نزار أقول لك ببعض المعلومات التي لم يكن كنا نتمنى أن تستضيف أحد عفوا أستاذتنا كنا نتمنى أن تستضيف أحد السلطات المحلية سواء القائم بعمل المحافظة أو حتى أحد الأطراف في الحكومة لتستمع إليه الحقيقة كاملة سيكون معنا أحد أطراف الحكومة نتمنى ذلك تأتي منها غير محايدة أستاذ نزار نحن حريصون كل الحرص أن يكون معنا أطراف الحكومة نتمنى أن تحضروا الحكومة أمام الشارع في هذه الحلقة ستكون معنا أطراف من الحكومة ولكن دعني أسألك فيما يخص المعلومات التي قلت أننا نستقيها من أطراف حزبية نحن غالبا ما نناقش الأوضاع في عدن وثقا لتقارير دولية معترف بها التقارير الدولية ولجنة العقوبات أيضا تحدثت عن دور الإمارات السيئة ودور الميليشي المسلحة الموجودة والتي تأتمر بأمر الإمارات هل يعقل أن تكون هذه أيضا الأطراف الدولية ضد الشعب الجنوبي وضد ما يحدث في عدن وضد التحالف أيضا يعني الحديث عن السجون السرية الحديث عن أن الحكومة الفعلية هي بيد الإمارات هي من يعني تسيطر على الموانئ هي من تؤخر نزول الطائرات وراتب وحدث ذلك أكثر من مرة هي من منعت الرئيس هادي من النزول إلى عدن وحين نزل هذه المرة نزل كضيف شرف لا يستطيع الخروج من المعاشيق حتى رئاسة الحكومة نعلم الجميع أنها لا تستطيع التحرك إلا وفق نطاق معين بسبب الأطراف المسلحة الحزام الأمني ومن يتبع المجلس الانتقالي بكل تأكيد هذه الأعذار واهية وقد مرت على الشارع والشارع رمها خلف ظهره الرئيس هادي كان يتواجد في عدن ويتحرك بحرية مطلقة وكذلك من يفترض أن يكون في رئاسة الوزراء السيء الذكر أحمد بن دغر للأسف كان أيضا ينزل إلى أتمنى أن نحافظ على المصطلحات أستاذ نزار الدكتور أحمد عبد بن دغر ورئيس الحكومة نضع لا نشخص للحديث نحن نتكلم عن شخصية رئاسة الوزراء التي لم تقم بواجبها بشكل صحيح تلك الحكومة للأسف عملت على إضعاف الاقتصاد المحلي عملت على زيادة الأسعار وأيضا المشتقات النفطية وأيضا انهيار العملة كيف عملت على ذلك؟ حددت لي بنقاط أستاذ نزار لا ستتكلم بالعموميات كيف عملت على تقويض الاقتصاد؟ ما هي النقاط التي أحدثتها لتقويض الاقتصاد؟ الجميع معترف أن هناك انهيار في الاقتصاد من يتحمل هذه المسؤولية؟ من الذي طبع أموالا بدون غطاء؟ من الذي للأسف يحاول أن يثبت رواتبه باعتقادك دعني أسألك سيد نزار لما ستطبع الحكومة هذه المبالغ إذا كانت الموانئ متاحة لها وتصدير النفط والديزة المسموح لها في هذا الأمر ونحن نعلم جيدا أنه لم تتح لها الموانئ بحجة محاربة الإرهاب فمن أين ستستقي الدولة دعم لها إذا كان التحالف لم يدعمها؟ هذا غير صحيح تماما ما هي مصادر الدولة التي تعمل على الأرض؟ ولكنها لا تعمل لأجل المواطن سيدة العزيزة سنأخذ مثال واحد فقط على الحكومة الغير شرعية للأسف وزير النقل عندما يتخذ قرارات ارتجالية أساسا هو اختيارات الحكومة لهذا الشخص كانت خاطئة ولكن أختير غصبا عن الجميع اتخذ قرارات خاطئة أولها حاول إيقالة مدير المطار عدن بقرار غير صحيح وكأنه لا يعلم مسؤوليته والرئيس هادي تدخل وألغى هذا القرار ثانيا قام بعمل قرار آخر لزيادة رسوم إضافية على البواخر لمحاولة تطفيش تلك البواخر من المرور العدن أين هذه البواخر إذا كانت الموانئة ليست مفتوحة أستاذ نزار اسمح لي فقط يعني للرد على بعض استشاراتك وأنت طلب بإمكانك سؤال وزير النقل تصريحات وزير النقل هو الآن معنا وزير النقل مستمرة نعم أستاذ نزار هو الآن معنا وزير النقل أهلا وسهلا الأستاذ صالح الجبواني من لندن عبر الهاتف مساء الخير أستاذ صالح نعم إذن أستاذ صالح تتهم الحكومة بكثير من قضايا الفساد وقضايا اللاحكم في الدولة وبأنها في عدن بالذات بأنها حكومة ضعيفة لعدد من الأسباب رمما بذكر الأستاذ نزار هيثم الذي هو معنا عبر الأقمار الإصطناعية تحدث عن عدد من النقاط أتمنى أنك استمعت إليها فكيف يمكن أن تحدثنا لماذا عاجزت الحكومة عن أن تستعيد عافية عاصمتها المؤقتة وترسخ حضور ونفوذ الدولة فيها رغم تحرر هذه العاصمة قبل ثلاث سنوات أولا مساء الخير أود أن أوضح هنا أن الحكومة عادت إلى عدن التي كانت تفتقد للماء والكهرباء والخدمات والمرتبات ووفرت كل هذه الأمور الذي أعاد عمل الحكومة هو مجموعة من البلاطية الذين استخدمتهم قوة أخرى لتعطيل الحياة العامة في عدن عدن بدل أن تكون عاصمة مجديرة من تعني بهذه المجموعة أستاذ إذا سمحت أن نسمي المسمير بأسمائي دعيني لو سمحت دعيني أكمل مأرب القرية التي كانت تعج بالفوضى وبالسلاح حولت إلى عاصمة هادئة مضبطة لأن الدولة توطنت فيها لكن عدن الذي حولت إلى قرية كبيرة يستوطن هؤلاء البلاطية الذي تمثلهم بعض القوى التي أسمت نفسها بالجنوبية يعني حولوا عدن إلى ما يشبه غابة لا تحكمها رواجح كيف؟ كيف تحولوا عدن أستاذ صالح؟ يعني ما الذي يعملوه بالضبط؟ ما يعني يعملون أنه أنت تعرفي أنه عدن أصبحت تحولت إلى مربعات إلى مناطق يحكمها مجموعات لا يحكمهم للدين ولا أخلاق ولا قانون ولا أي شيء هذا ما يسمى بالمجلس الانتقالي الذي ولد في قرفة الخابرات في دولة أجنبية ويأتي هذا الأخ الفصيح ليتحدث عن عدن وعن هذا ليس العلاقة بالوضن ولا بالوطنية على الإطلاق نحن دولة جينا وفرضنا يعني أعطينا للمواضن يعني ولو النسبة الأدنى من الخدمات وأعطينا يعني المرتبات في وقتها والكهرباء والماء والتعليم والصحة وكل هذه بجهود جبارة جدا نعم اسمح لي أستاذ صالح يعني هذه الجهود التي تتحدث عنها والتي عركلت بسبب المجلس الانتقالي الذي تدعمه أطراف خارجية كما تقول لما لم تظهر الحكومة برئاستها وتتحدث بوضوح عن الدور الذي تمارس بعض القوى كما تفضلت يعني لم نجد حتى الآن بيان من الحكومة يدين ما تقوم به الإمارات التي تظهر بصورة واضحة عبر التقارير الدولية يعني هناك تصريحات متفرقة من بعض الوزراء نعم ولكن حين يأتي الحديث بشكل رسمي يتم شكر التحالف على دوره فبالتالي المواطن لما سيحمل التحالف الذي تشكره الحكومة ويجد حكومة أمامه ورئيس منتخب عليه أن يحاسبه نحن نرتبط مع الإمارات والمملكة العربية السعودية ودول أخرى في تحالف واحد تحدثنا في بعض الجزئيات نعم لكن لم يحن الوقت بعد لكي نتحدث في كل الأمور لأن الأخوان في الإمارات وعدوا بأن ينجزوا كثير من الأمور ولازلنا منتظرين لكن الإمارات أو غيرها من الدول لم تكن لتفعل ما تفعله إذا لم تجد البيئة الخصبة من هؤلاء الرخيصين الذين باعوا أنفسهم وهم للأزف الشديد يتجثرون بالباس قضية جنوبية نزيهة بريئة منهم إذا كانوا حريصين على الأمن والاستقرار في عدن لسمحوا بالتعليم بالمجارس أن تفتح بهم لماذا يغلقوا المجارس؟ لماذا يغلقوا الطرقات؟ العملة عندما استقبت وعندما نعم يحملونكم سقوط العملة أستاذ صالحي بحيث أن الحكومة هي من طبعة مبالغ جعلت من الريال يفقد الكثير من قيمته لأنه ملايين الريالات السعودية تم تهريبها في شخصات الخارج وهؤلاء قائمين على هذا العملي ونحن لدينا كثير من المعلومات ولدينا القدرة أن نعري الكل في كعوك ونبين بالإحصائيات وبالتفصيل ماذا يفعل هؤلاء المرتزقة ولما لا يتم الحديث؟ لما الصمت حتى الآن؟ سنتحدث 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 قريبا سنتحدث قريبا لأنه لا يمكن للشعب هذا أن يبقى مغيب نعم هذا الشعب فعلا الذي يشعر أنه مغيب أستاذ صالحي ما هي خيارات الشرعية أمام هذا الشعب في حال استمر الوضع كما هو عليه؟ الإمارة لم تفي بعودها معكم بأنها ستحسن الوضع لا تستطيع الحكومة العودة وتمارس مهمها بشكل طبيعي الاقتصاد كما هو ما هي الخيارات التي أمامكم كاستعادة النفوذ الحقيقية في المناطق المحررة؟ هو نحن نتعامل مع أشكالية حقيقية يعني نحن نتعامل مع شعب قد شحن وعبه طوال فترة طويل عنده قضية عاجلة وهذا الشعب يحتاج أن تلبى مطالبه ومصالحه ونحن مع هذا المطالب مع هذا يعني نحن أبناء القضية الجنوبية نحن اللي خرجنا من أجل قضية الجنوبية قبل يخرج هذا الأخ وغيره لذلك نحن نراعي مشاعر هذا الشعب فعلا هذا الشعب عنده مطالب نحن في الجنوب لدينا مطالب كثيرة وعاوزين أن نحقق للناس أشياء كثيرة لكن لو خرج المجلس اللي نسمى بالانتقال من مطالب الشعب ومن آلامه ومن آهاته بشكل حقيقي كنا اليوم معهم وفي صفهم لكن عندما يخرج من قرفة مخابرات ويأتي لهذا باللسان الطويل ويتحدث إذا سمعت دون شخصنا للمواضيع السالح أتمنى أن يظل الحديث في سياقه المعتاد دون الإساءة لأحد لا لا هم أتاول أمفسهم نحن لم نسي إلى أحد نحن أصلا وولدنا في خضم النضال منذ حرب 94 إلى اليوم نحن كبار وسنظل كبار أما هؤلاء الصغار الذين باعوا أمفسهم فلسنا منهم وليسوا منا نعم شكرا جزيلا لك وزير الناقل صالح الجباني كنت معنا عبر الهاتف من لندن عود إليك أستاذ نزار إذن أستاذ نزار يتم اتهام المجلس الانتقالي بأنه أضاع كثير من الفرص أمام عدن التي كان يفترض أن تكون هي عاصمة حقيقية اليمنين وضرب مثال مأرب التي تحولت من قرية إلى قمة الحداثة والمدنية في ظل وجود الدولة لم تتح هذه الفرصة في عدن ويقول بأنهم على استعداد لمكاشفة الشعب بكثير من النقاط التي هي محسوبة ضد المجلس الانتقالي إذن يعني كيف يمكن الحديث عن دور المجلس الانتقالي الذي ربما خرج في بدايته ووعد الناس بوعود كثيرة ولم يحقق شيء وخسر كثير من مريديه أو المنضوين تحته حينما اكتشفوا أن الأمر مجرد فقاعة ولم تحدث أي تغيير طبعا أنا لا أتحدث باسم المجلس الانتقالي المجلس الانتقالي لديه متحدث رسمي الأستاذ سالم الغلقي طبعا المجلس لديه قضية سياسية يمثلها حاليا والشعب الجنوبي يلتف حوله لحل حلة هذه القضية وبإذن الله سترحل في القريب العاجل ما يهمنا حاليا هو الأوضاع المأساوية التي تعاني فيها الهاصمة عدن وبقية المحافظات الجنوبية أنا للأمانة كنت أتمنى أن تضغطي على الأستاذ صالح أن يجاوب على السؤالين الذين أرسلتهم من قبل إليك فقط في جانب التخبط الحاصل فيما بين إطار الحكومة ذاتها والمعاناة التي بسببها تحدث للمواطنين الأستاذ صالح حاليا يعيش في لندن والكل يعلم وإن كنت أتمنى أن تسألي في مرة آخرى كم هو مقدار الراتب الذي يستلمه حاليا بالدولار نعم يعني حاول الدخول حاول الدخول الأستاذ صالح أو المواطنين أو الموظفين أستاذ نزار سمحين دا هذه النقطة يعني هو يعيش في لندن لماذا حاول الدخول وممارسة مهامه في المحافظات المحررة ولم يسمح له من قبل الحزام الأمني آنذاك يعني في نهاية الأمر ما المطلوب من وزير لم يمكن من أرضه ومن ممارسة عمله على الأرض يعني وحين يخرج يتهم بأنه هارب الفار يعني الذي خرج يتحدث إلينا من عواصم الدنيا حتى هذه لم يستطع المكوسة الآن أين بن دغر يعني الكثير من النقاط محسوبة ضد يعني مدنية عدنة التي كانت مفتوحة للجميع أنا أستغرب هذه التبريرات منك أستاذ أتن العزيز الأستاذ أحمد الميسري أو المهندس أحمد الميسري لا زال هو نائب رئيس الوزراء ويتواجد في العاصمة عدن لماذا لا يذكروه؟ لماذا يعتمدون فقط على أحمد بن دغر أو غيره؟ هم كانوا يتواجدون ولكنهم عجزوا عن إدارة الأمور أو المهام التي أوكلت عليهم وبالتالي هروبهم كان مبررا لإخفاء العجز وترك المجال للبقية الإعلامين وقروات الموالي لهم جميعهم الحادثة التي منع فيها من الدخول الأستاذ صالح في شبوة الموضوع ليس بسهولة أن يمنع وزير من الدخول إلى المحافظة هذا ليس منطقي بسبب عناصر تتبع للإمارات هل يعقل ذلك؟ ما الذي يراد أن يأخذ سلاحه ويواجه في نهاية العمر؟ يعني هو وزير مدني في دولة مدنية يفترض أنا لا أعلم من أين تستقون هذه الأخبار الوزير بنفسه ينشر صور له هو في ديوان قاد داخل عدن من أين تستقون هذه الأخبار أنه يمنع في أي منطقة جنوية؟ أنا لا أعلم أين أنت أستاذ النزار أين أنت من المؤتمر الصحفي الذي علم به الشارد والوارد؟ هل يعقل أنثاتك موضوع مثل هذا؟ نحن لا نستقل أخبار نحن لا نستقل أخبارا من أين تستقل الراجل ينشر صور في ديوان قاد وفي الأخير يقيل يقول محد يقدر يخلينا أمر في نقاط عسكرية هذا غير منطقي وبعدين هو يشدخل في المناطق العسكرية هو عنده الميناء موجود المطار يشم يتحركش له هناك كيف ذهب لزيارة الميناء أستاذ النزار ومنع حينها حتى كلمة اشدخلوا في المناطق العسكرية لا تقال لوزيري على دولة يتنقل أين ما شاء هل يعقل أن يمنع من هذه المنطقة أو تلك لأنه ليس عسكرية؟ من الحق أن يتنقل صحيح ولكن لا بد أن يكون هناك تنسيق مسبق مع من تنسيق مسبق؟ مع من أستاذ النزار؟ مع الإمارات؟ ناتج عن خلل في التنسيق فقط ليس إلا وليس منع ولكن يخذها كمبرر أنه هناك جهات منعته أعتقد هذا الأمر غير صحيح التنسيق يأتي من الخارج أستاذ النزار؟ هل يعقل ذلك أن يمنع وزير لأنه لم يتم تنسيق مروره من الإمارات؟ هل يعقل ذلك؟ هل تقبلها أن يمنع وزير بالتنقل في مدنه المحررة لأنه لم يستأذن من دولة خارجية؟ أي تحرير هذا الذي نتحدث عنه إذن؟ قبل خمس دقائق قبل خمس دقائق الأستاذ صالح تكلم وقال لك أنه هو مع التحالف العربي مستمرين في مشروع واضح نعم وتحدث أن الإمارات لم يذكر نهائيا ضد أي جهة هو ذكرها أنت تبنتي هذا الموضوع؟ لكنه تحدث أيضا بوضوح أنه اتفقوا مع الإمارات أن تحسن من أدائها في عدن وهم بانتظار هذه الوعود أن تحقق يعني تحدث بذلك بشكل واضح أيضا يعني ماذا تريد؟ ونحن نتمنى بالفعل أن تحسن الحكومة من وضعها ونحن كذلك لكن لا يمكن أن تحسن من وضعها أنا أظن أنني أجمل الحكومة أو أدافع عن أحد لكننا ندافع عن وضع فعلي في الأرض لا أحد انتقد الحكومة كما انتقدناها نحن يعني في كثير من الحلقات انتقدنا أداء الحكومة انتقدنا فشل الحكومة أنا أتمنى إذا أردت الحقيقة أن تستدعي أحمد بن دغر يوما أمام الناس ليتكلم بالحقيقة وإذا قالنا حال مسؤولين عن هذا الموضوع سنتحمل مسؤولية لكن إخفاء المسؤولية وتبريرها هو أمر غير منطقي الشارع يغلي وهناك ثورة على الأرض وبالتالي لا بد أن يكون هناك بالفعل حلول ولا يجب أن يكون هناك مبررات واهية مثل هذه التي نسمحها الآن نعم إذا نسمح لي أن ينضم معنا الكاتب شفيع العبد من القاهرة عبر الهاتف مساء الخير أستاذ شفيع مساء نور عزيزتي أهلا بك وثلاث سنوات أو أكثر لم تنجح فيها عدن أن تصبح عاصمة مؤقتة لليمنيين من المسؤول عن هذا الفشل برأيك كما ذكرت ثلاث سنوات لم تأخذ عدن مكانتها كمدينة أولا نعم والمكانة التي تليق بها أيضا كعاصمة سياسية مؤقتة لليمنيين الحال الذي وصلت إليها عدن اليوم بعد مضي هذه السنوات لا يسر أحد ولا يتحمل مسؤوليتها طرف دون الآخر يأتي في مقدمة المسؤولين عما حدث داخل عدن من تجريف لهوية المدينة وتجريف لحضور الدولة وإعاقة حضور الدولة بالشكل الأمثل منذ اللحظات الأولى لتحرير المدينة يأتي في مقدمة المسؤولين التحالف العربية الذي ينحرص عن أهداف الحريفية التي جاء من أجلها إلى اليمن نفسه بالأهداف المعلنة لا أتحدث عن الأهداف الخفية التي بدأت تظهر بعض ملامحها التحالف الذي عمل أحد أطراثه على إيجاد سلطة موازية سلطة أمر واقع أعاقت كثير من المهام التي يفترض أن تقوم بها الحكومة كذلك الحكومة الشرعية تتحمل مسؤولية كبرى أيضا ضغط إلى السحالة العربي الأطراف الأخرى الوكلاء الذي أنتجهم أحد أطراف السحالف داخل مدينة عدن يتحملوا الجزء الآخر باعتبارهم سلطة أمر واقع هذه الأجهزة المسلحة التي تم إنشاءها داخل عدن تتحمل أيضا جزء من مسؤولية من الخطأ النضع اللائمة على الحكومة الشرعية وحدها وإن كانت تحمل العبل أكبر نعم ولكن أستاذ شفيع ليست الحكومة هي المحاسبة أمام هذا الشعب في نهاية الأمر سيقول الشعب لم نحضر نحن التحالف الذي انحرف عن مساره أنت من أتيت به لم نقل أن تكونوا ضعفا حتى تتكون سلطات أخرى بجانب سلطاتكم في نهاية الأمر الشعب لا يعرف إلا الحكومة المنتخبة الحكومة التي ارتضاها له ورئيس انتخبه واعتبرها شرعية بالنسبة له ودفع الدماء لأجل شرعيتها هذه لا لست هنا بفضل الدفاع عن الحكومة أو عن الشرعية بشكل عام لكن لابد أن نأخذ عن الاعتبار المعطيات الموجودة على الأرض والتأثيرات التي هي حاضرة في تقابل قرار السياسي داخل المدينة إذا ما أخذنا بسبيل المثال الضقوطات التي مورست على الشرعية لإخراج المحافظ نائف البكري من عدن وكذلك المدينة إلى اللحظة إلى اللحظة المدينة لم يعين لها محافظ أيضا الاعتبارات خارج إرادة الحكومة الشرعية هناك بقود تمارس الفرض أسماء معينة الفرض أجندات معينة عمليات ابتزاج ستم تتعرض لها الحكومة تتعرض لها الشرعية كل هذا والشرعية أيضا تتحمل جزء كما أسلف جزء كبير من المسؤولية لكن بالمقابل الشرعية تقدم سنازلات في هدف الحفاظ على الهدف الأسمى والذي هو دحر الإنقلابين والسعادة في الجولة الحكومات والشرعية تحاول بقدر المستطاع ان تحافظ على تماسك التحالف العربي حتى لا يأتي الخلل من الحكومة الشرعية بينما الأخوة في التحالف العربي أو أحد أطراف التحالف العربي لا يقدروا هذا الأمر ويمارسوا كثيرا من الضغط وكثيرا من عمليات الإبتزاز على الحكومة الشرعية هناك ضعف في أداء الحكومة الشرعية هذا لا يستطيع أن ينكر أحد حتى أطراف الحكومة الشرعية يستطيع أن يتحدثوا ومثل ما تحدث الرئيس هادي عندما كان في عدن والتقض السيادات من شخصيات السياسية والمدنية داخل المدينة بأنه ليس ضاضع عن ما يدور داخل المدينة لكن أيضا هذا لا يعرفه من تحمل المسؤولية واتخاذ إقراءات حقيقية إيجاد سلطة داخل المدينة عدن باعتبارها عاصمة سياسية لليمنين كلهم اليمنين قاطبة لا تميز داخل المدينة هذه يفترض أن يتم أيضا يفترض أن يعامل اليمنين كلهم ومؤسسات الدولة لابد أن تشمل كل الأبناء اليمن باعتبار أنها عاصمة مؤقتة كل الموظفين لابد أن ينزلوا يمارسوا مهمهم داخل أجهزة الدولة داخل مؤسسات الدولة داخل العاصمة عدن لكن عمليات الارتزاز من قبل سلطات الأمر الواقع تؤير كثير من هذه الخطوات التي تتم كلما أرادت الحكومة أنه لم يتم منع أحد وأنه على الحكومة الضيفة عبر الأقمار الصناعية يقول بأنه لم يمنع أحد وأن الحكومة تواجدت في عدن ولم يمنعها أحد من التواجد ولكنهم مقصرون عن أداء واجباتهم في العاصمة المؤقتة ويتعللون ببعض الأعدار حتى يخرجون منها ويعودون إلى مدن أخرى الأمران موجود معنا التقصير ومحاولات المنع وما حدث في 13 يناير الماضي من محاولة اقتحام قصر المعاشيق دليل واضح على أن هناك سلطة موازية للسلطة الشرعية والسلطة تريد أن تفرض أمر واقع تريد أن تظهر في الإعلام وأمام قواعدها الجماهيرية فإنها حاضرة لكنها تتصل من تحمل مسؤولياتها إذا ترتلت خدماتها لا هي التي استطاعت أن توفر هذه الخدمات للناس ولا هي التي مارست ضغط على الحكومة في إطار النضال السلمي في إطار عملية السلمي في شكل من أشكال النضال السلمي بعيدا عن الابتزاز واستعراض العضلات داخل المدينة ما يحدث اليوم هناك سلطات داخل المدينة يفترض بها أنها تتبع الحكومة الشرعية لكنها لا تتمر لوامر الحكومة الشرعية وفي مقتل متأة من عدن كما هو معلوم للجميع داخل عدن في سلطات شتى داخل عدن ليست سلطة واحدة في سلطات داخل كل مديرية داخل كل حي أحيانا إذن ما الفرق أستاذ شفيع هناك هناك من يتساءل إذن ما الفرق بين عدن وصنعاء ربما في صنعاء الأقل هناك سلطة واحدة تعدد السلطات هذا أسائل عدن بشكل واضح وهناك من يقول ما الفرق الجبايات موجودة هنا وهناك اللأمن موجود هنا وهناك القمع وسجون السرية والاختطافات والاغتيالات ربما ظاهرة في عدن أكثر عزيزتي من أبرز العوامل التي أتت إلى تأخر حاسم المعركة المثلوثيين واستعادة مشروع الدولة يتمثل في عدم قدرتنا في الحكومة الشرعية مع الحالف العربي على إيجاد نموذج دولة حغيري داخل مدينة العدن بسطة عاصمة لليمنين لكن كيف استطعوا إنجاز هذا النموذج في مأرب أستاذ شفيع كيف تم الجميع تحدث عن مأرب أنها نوالي دولة لا بأس بها في ظل الحرب هناك في مأرب نستطيع أن نقول أن ربما نموذج يوجد أو يتشكل داخل مأرب لأن هناك في سلطة واحدة حتى فيما يتعلق بالمقاومة داخل مأرب لم تكن هناك قيادات مقاومة كما نسمع في عدن في مأرب كانت المقاومة مرتبطة بالمنطقة العسكرية الثالثة مباشرة فبالتالي لم تظهر بعد تحرير المدينة سلطة أمر واقع السلطة الموجودة داخل مأرب هي من اللحظة الأولى لبدء المقاومة حتى انتهى أو تحرير المدينة هي كانت المنطقة العسكرية سالة أي للحكومة الشرعية لكن في عدن في سلطات أمر واقع في ميليشيات موجودة مسلحة في أجندات أخرى للتحالف العربي ظهرت من خلال هذه الممارسات العباتية داخل المدينة اليوم إذا ما أردنا العدن أن تسعيد عقيتها أولا كمدينة وثانيا كعاصمة لليمنيين لا بد أن يخضع الجميع لسلطة واحدة وهي سلطة الدولة لا بد أن تدمج كل هذه الأجهزة الميليشيوية في أطار جهاز أمني وعسكري واحد يتبع الحكومة لا بد أن يخضع الجميع لسلطة واحدة سعدد السلطات ليس في مصلحة المدينة أولا ليس في مصلحة سكان المدينة قبل غيرهم لأن هذا إشاعة للفوضى وتدمير البنية السحدية وتدمير للخدمات وبالتالي المتضرر الأول من هذا كله أبناء المدينة قبل غيرهم فبالتالي ليس بالضرورة اليوم أن نحتفي برفع عالم هنا أو الحصول على عدد من المدرعات العسكرية التي لا تأتمر بأمرنا كما حدث في أحداث كثيرة داخل المدينة لذا علينا اليوم أن نتخلى عن كل هذه الأمور وأن ننطلق نحو إيقاد بيئة مناسبة بيئة ملائمة لإيقاد مشروع الدولة بيئة حاضنة للجميع اليوم العالم لا يعترف إلا بسلطة واحدة داخل هذه الجمهورية اليمنية فعلينا الآن أن نواضح لإستعادة هذه السلطة وأن نستعيد هذه الدولة الجمهورية اليمنية وبالتالي تحت مضلة نستطيع أن نجلس على طاول استفاوض كيمنيين لن نتناقش في غضايا المحلية محاولة الابتكاء على الأجنبي أو تلويح بسلطة الأجنبي لفرض أمر واقع داخل المدينة أو داخل غيرها من المدن هذا لن يأتي بأي فائدة وإنما سيضرب الجميع وسيزيد المدينة تعقيدا وحالة الناس بؤسا كما يعيشونها اليوم نعم إذن شكرا جزيلا لك أستاذ شفيع العبد الكاتب كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة عود إليك أستاذ النزار كثير من النقاط طرحها الأستاذ شفيع لم يحمل طرف دون الآخر حمل الجميع تقريبا ما يحدث في عدن سواء التحالف الحكومة السلطات الموازية التي سماها بأنها أطراف لأتحالف وكلاء له أستاذ النزار لما لم يكن هناك نموذج حقيقي يدفع للدولة ثم يأتي المطالبات بما شاء من قضايا تخص أبناء الجنوب التي يراد لها لما تنشأ سلطة موازية للدولة تريد أن تسيطر على الواقع دون أن تلتزم بشيء من تقديم الخدمات للمواطنين هذه السلطة ذكرها الأستاذ شفيع بأكثر من نقاط ربما أمن عدن السلطات المسلحة يعني المليشي المسلحة التي تتبع الإمارات الحزام الأمني إلى آخره هي لا تتبع عمليا أجهزة الدولة فتشتت السلطات يؤدي بطبيعة الحال إلى فساد الوضع في عدن طبعا الأستاذ شفيع ابتعاده عن الساحة المحلية لفترات طويلة أثر عليه كثيرا ولم يعد يعرف ما يدوره في الداخل بشكل كبير رغم أنه صديق عزيز جدا يعني ولكن أنا أختلف معه في نقاط كثيرة أولا في موضوع مارب عندما نأتي للمقارنة إلى مارب مارب منذ أعوام وهي منقلبة على سلطات الدولة مارب لا تورد ريال واحد للبنك المركزي في العاصمة عدن ولهذا الاكتفاء الذي يحدث في مارب هو من الموارد التي تتحصل عليها مارب نتيجة لتوفر الثروات مثل الغاز والنفط وبالتالي من حقهم أن يعيشوا برخاء ولكن عليهم واجب ومسؤولية أن يوردوا الأموال أيضا إلى البنك المركزي في عدن لم نسمع يوما الحكومة انتقدت هذا السلوك لأعوام طويلة بينما سخرت أعلامها وسخرت كل المواقع التابعة لها للهجوم على العاصمة عدن التي لم تكن تملك شيء في البدء عندما اكتاح الحوثيين وتم تحرير العاصمة عدن لم تكن تملك شيء في عدن عدن بدأت منذ دارها الشهيد جعفر رحمة الله عليه وتلاه القائد عدروس قدرت أن تعيد الموارد إلى العاصمة عدن استطاعت أن تشغل الميناء استطاعت أن تشغل المطار استطاعت أن تؤمن العاصمة عدن من التهديدات الإرهابية وأنا أختلف كثيرا مع الأستاذ شفيح حول الجانب الأمني الجانب الأمني لم يقصر نيائيا في عدن والمحافظات المجاورة كحضر الموت وما الذي حدث إذن؟ الجانب الأمني هو العامل الأقوى حاليا في المعادلة في كل هذه الأوضاع يعني الإغتيالة التي تحدث والمشاكل التي تحدث وهو الأفضل الآن تجدون أن عدن هي الأفضل الآن في هذا الوضع الذي تعيشه عدن؟ نحن مقارنة بالوضع فيما بعد الحرب نقارن وقت ما بعد الحرب حاليا الأوضاع تعتبر آمنة جدا قد تكون سمعت حاليا هناك في عدن فعاليات منتشرة ثقافية واجتماعية ومؤخرا أنتجى فيلم سينمائي في العاصمة عدن نعم تناولنا لا تظن أستاذ نزار أننا ضد مدنية عدن هذه بعض الأمور التي نطرحها فقط ليفهم العالم أن الصورة الغامضة التي وصلت إلى عدن للأسف رأها جندة حزبية اسمح لي نحن القناة الوحيدة التي تناولت فيلم عدن بكل سعادة وترحاب أن وجدنا أن المدينة تستعيد عافيتها على العكس هذا شيء يسعدنا تماما نحن لا نريد لعدن أن تظهر بهذا المظهر الذي تتحدث عنه ولكن في مقابل الفيلم ومقابل الفعاليات هناك اغتيالات هناك تفجيرات هناك إمة مساجد يتم اغتيالهم بصورة منظمة يعني ليس الجانب وردي تماما ولا هو مظلم تماما أعلم ذلك ولكن يعني أن تقول أن الأم هو أفضل ما يكون عدن لم تكن أبدا طاردة لأحد عدن لم تكن أبدا توجد بها هذه الصورة من الدم أتوافقني الرأي في هذه النقطة؟ الجرائم تحدث في كل أنحال عالم وليست في عدن فقط بإمكانك التركيز على مدن أخرى في مارب ذاتها ستوجد الجرائم أيضا ولكن لا يسلط عليها الإعلام الحزبي لمارب لكن عندما يتكون هناك حادثة في عدن فيتم تكبيرها وتضخيمها وبالتالي تصوير الأمر بشكل سوداوي أن هناك أوضاع مختلف في العاصمة عدن هذا أمر الأمر الآخر والذي يجب أن نركز عليه هناك أطراف للأسف هي من تهيمن على قرارة شرعية وهدفها الأول والأخير التحريض ضد التحالف وأيضا تشويه الجنوبيين كقيادات حاليا على الأرض لا تستطيع أن تقيم الدولة أو تقيم مؤسسات الدولة هذا أمر غير صحيح من يتواقد حاليا هم جنوبيون قادرون أن يدير الدولة ولكن للأسف النفوذ الذي يتواقد مع الرئاسة التي يهمى عليها حزب الإصلاح لا تمكنهم من التحديد هم الجنوبين الذين تريدون أن ينسبوا المشهد إذا كان بالدعوة جنوبي والرئيس جنوبي وأغلب وزراء الحكومة هم جنوبيين لكن اسمح لي أستاذ النزار أن ينضم معنا أيضا عبر الهاتف قاسم داود رئيس مركز عدل الرصد والدراسات من هناك مساء الخير أستاذ قاسم أستاذ قاسم الأوضاع ليست سيئة كما يراد لها هناك أطراف كما يتحدث معنا ضيفنا الأستاذ نزار هناك أطراف ضد التحالف تريد تشويه ما يحدث من خدمات يقدمها التحالف وهناك إرادة أن لا يتم تطبيع الأوضاع في عدن هل تتفق مع هذا الأمر أم أنه فعلا الحكومة لم تمنح فرصتها لتطبيع الوضع هناك الحديث عن عدن بشيون مشكلة عدن أن الكل يحب عدن والكل يأشق عدن والكل يتغنى بعدن ولكن أوضاع عدن تزداد سوءا عدن الآن هي عملية بورة الصراع الناس من كم سنة يتكلمون عن استعادة الصنعاء بالما الحقيقة الصراع هو حول عدن والإتقاط عدن وكل المشاريع في الصارع في عدن وهذا هو الوضع عدن تعقد المسؤول الأساسي عن ما قال إليه الوضع في عدن في عدن حقومة في حقومة بالبلاد منطرت فيها لليها الموارد هي المسؤولة عن إداءة البلاد ثم فيها عدن وهي التي أعلنت عدن عاصلة ومعقدة نعم لم تقدم شيء العدن وإجراءاتها ووجودها كان عب على عدن وعلى عدن للأساس والمشاكل المحقدة هي عدن طوال سنوات سابقة حانت كثيرا لم تشهد أي تنمية لم تشهد أي تثمارات لا في الكهرباء ولا في غيرها بعد تحرير عدن 2015 سابقة مستعجر السلطة سابقة راحة وجاء السلطة جديدة من بنفس الآلية بنفس التفتير بنفس الوغيبة وأزادت الأوضاع سوءا طبعا في ظل الحرب الموجودة والصراع الموجود بدن تجهد طيبة ويتحسن أمنهم ويتحسن لحد الماء لكنها لم ترقى إلى مستوى ما كان هم بقي أن تكون عليها حدن كعاصمة هذا الوضع اللي عاشتوا حدن وهذا المعانة حدن الكل دفع ثمنه الآن في الصراع مع الانقلابيين لأنه المواطنين في الشمال لم يجدوا أمامهم في المناطق المخضرين لم يحبزهم على تحادث مدينهم مناطقهم وبدأ في قنعة نعم هل أتيح الفرصة للحكومة أستاذ قاسم هل أتيح الفرصة للحكومة أن تمارس مهامها ولكنها تكاثلت ولم تقم بتلك المهام أدكترك عندما شكل خالد بحاح أول حكومة في صنعها نزلوا بمزاعة لعذاب هنا وجلسوا صبوحين في عدم كان في محاوفين للحراكة الضعر ضعيفهم لم يحبهم أحدهم بشهادتهم غيرهم يشتغلوا في عدم أفضل عدم صبوحين الحكومة جاءت أول ما نزلت عدم في أول ليلة ها حول قاعدة يرقصون يحتفلون جاءوا الفنانين بينما كانت في ضلاء من قرحة في بيوتنا وفي الشوارع في حارة وهم رحوا يعني الحكومة ما كانش عندها إرادة ولا نية أن يضرر هو أن كل شيء في عدم لا ضرورة لأنه انفصال تشكيل المطار انفصال عودة التلفزيون انفصال عودة الكاربة انفصال عطاء الناس وعطاء الناس برستباتهم انفصال كل هذا حورب مع عدم أكثر من السابق وبالدح نعم إذن اسمح لي أستاذ قاسم انتهى الوقت للأسف الشديد أستاذ قاسم داود رئيس مركز عدن للرزو الدراسات كنت معنا عبر الهاتف من هناك شكرا جزيلا لك أشكلك أيضا أستاذ نزار هيثم كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من عدن وهو كذلك لكم مشاهدين الكرام لحسن متابعتكم لنألتقيكم في مساء يمنين جديد كنوا برعاية الله وابنه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة